مرحبا لكم في إشاري سيفيز اليوم سأقدم لكم طريقة تحليل رصة القاضي أو الرزيزة سأحتاج في المقادير 500 قرام من الدقيق الأبيض نصف ملعقة ملح 250 مللي نطق من الماء الدافئ 150 قرام من الزبدة و 150 قرام من الزيت في العجن نضعه الدقيق ملح يمكننا العجنه القصرية بقيت الشكل نضعه على الدقيق الملح ثم نضع هذا الجزء للعجن نضعه الدقيق نستخدم هذا الجزء للعجن وفي نفس الوقت نضيف الماء حتى نحصل على عجين قاسي يجب أن نحصل على عجين بهذا الشكل يكون قاسي جداً سنقوم بذلك الآن يجب ذلك لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجين أملس بعد مرور عشر دقائق نحصل على عجين بهذا الشكل نقسمه إلى قويرات صغيرة نضعهم في الطبق لبدة نصف ساعة حتى ترسح العجين بعد مرتاح العجين نضع الزبدة نضع عليها الزيت ونقوم بإضافته مع بعض بعد مرتاح العجين نبدأ على العجين بهذا الشكل نضيعها نقوم بذلك نضيعها نقوم بذلك نضعه رقيق نضغط جيداً من هذا الشكل يمكن وضع قليل من الدقيق حتى يسهل عملية الفرد نأخذ العجين بهذا الشكل يجب أن يكون رقيق هكذا نضعها الآن بهذا الشكل في الجهة الرقيقة ونخرج الخيوط بهذا الشكل نأخذ القليل من الخيوط بهذا الشكل ونضعها في الزبدة والزيت نغمرهم جيداً نحاول أن يبكك الخيوط ونلفها على الأصابع مثل كبة الصوف بهذا الشكل حتى ننتهي ونأخذ كمية أخرى نضعها في الزبدة والزيت ونستمره باللف ونستمره باللف هنا تتحكم هنا في حجم الزيزة إما كبيرة أو صغيرة حسب عدد الخيوط نزيلها بهذا الشكل ونزيل ذلك التقب ونضعها في صحن ونغطيها بلاستيك ونستمره بالنفس حتى ننتهي من كمية العجين بعد مرساحت العجين نأخذ العجين بهذا الشكل نبسطه قليلاً بهذا الشكل نضيف الزبدة والزيت ونضيف الزبدة والزيت النار تكون بذية طعيم عندما تتبازك الرزة القادة نرجع النار على النار متوسطة المصنع ونضيف الزلزة ونضيف الزبدة ونضيف الزبدة حول المصنع ونضيف الزبدة مباشرة نضيف الزبدة 全 النار تتباً ثم نضيف الزبدة حتى تستطيع قليلاً يجب أن تستسق الخيوط مع بعض البعض بهذا الشكل رزق القاضي أو رزق بعد ما توجد فيها كما تشوفوا الخيوط التي يكونون ملاسقين مع بعضياتهم وكانت يزوينها بثلاثة ممكن تقدموها بهذا الشكل أو تدروها على شكل رفيس بالرزق القاضي وكانت تمنى تجربوها وتنال إعجابكم إذا أجبتكم الحلقة اليوم دير وجام ونشوفكم في حلقات أخرى مع وصفات اجتداء إلى اللقاء